شكرا لكم مشاهدينا ووصلنا الآن إلى فقرة تكنولوجيا موضوع مهم أن نقشو اليوم الحكومات التي تشهد تحول رقمي كبير وتحول نحو الرقمنا واعتماد تقنيات الحكومة الإلكترونية لتقديم الخبامات بشكل أكثر فعالية وسرعة للمواطنين في العالم العربي نحن عنا يتزيد الاهتمام بهذه التقنيات كوسيلة لتحسين الأداء الحكومي وتقديم خدمات أفضل للمواطنين ومع ذلك التحول يوجع عديد والعديد من العقبات والمخاطر التي تحتاج إلى معالجة حذرة جدا كل التفاصيل اليوم مع مدير الابتكار في مجموعة فضائيات ميديا عبدالقادر بن خالد عبدالقادر أسباع الخير أسباح نور أمين أسباع الخير لكل يوم المتبين كيف الحال يا سيد تمام حمد لله نحكي على المميزات الرئيسية للحكومة الإلكترونية قبل من أعطيه أمثلة صحيح المميزات الأساسية للحكومة الإلكترونية هو تسهيل الخدمات للمواطنين فعوض المواطن يصحى 8 الصبح يروح للبلدية ويعمل طابور لساعتين حتى يستخرج ورقة بسيطة جدا يمكن أن يقوم بهذه العملية من بيته ويقوم بهذا الإجراء من بيته هذا تبسيط جدا سطحي للحكومة الإلكترونية وإلا هي مجموعة الخدمات التي تقدمها الحكومات إلكترونية للمواطنين دون عناء التنقل إلى الدوائر الحكومية أو البلديات أو الوزارات لاستخراج مثل هذه الوثائق أو القيام بمثل هذه المعاملات إضافة إلى ربما دفع الفواتر الحكومية كل ما تعلق بالرسوم الضرائب فواتر الكهرباء والماء إلى غير ذلك من المعاملات التي يقوم بها المواطن عندما ينتقل إلى الدائرة الحكومية هذه هي أبرز المميزات تسهيل حياة المواطنين وأن تكون هذه الخدمة مقدمة بسرعة وأن تكون مقدمة بشفافية كبيرة من طرف الحكومة وكم نحن بحاجة إلى مثل هذا شيء لتسهيل على المواطن يعني المواطن اليوم في بعض البلدين العربية معنايا أنه ما زال يقف في ساعات وساعات في تنبور على أوراق أحيانا تستغرب أنه يطلبها نحن على مثال في تونس تمشي تعمل مثلا بطاقة باسبور يطلب عليك شهادة إقامة التي هي أصلا موجودة على بطاقة تعريفة يعني أنه مثلا كمثال بسيط جدا فعلى كل اليوم وقتنا نتحدث عن الحكومات الإلكترونية والخدمات وقد تسهل حياة المواطن هذا موجود دول الخليج اليوم موجود قطر اليوم موجود اليوم نحن نقوم بكل المعاملات الإدارية عبر متراش المتراش معنا المشكلة أنه ماذا يعيق الدول الأخرى للموصول إلى الحكومات الإلكترونية هذا هو السؤال الأبرز نعم فعلا هناك عقبات كبيرة جدا أحد أبرز عقباتين هما عقبات كثيرة لكن سأعطيك أي اثنان العقبة الأولى هي التشريعات والقوانين تخيل دولة عندها 20 مليون 30 مليون 40 مليون مواطن ربما أكثر من ذلك وعندها ترسانة من القوانين منذ سبعينيات القرن الماضي إلى اليوم وتحاول أن تنتقل إلى الرقمنة ستكون بحاجة إلى تغيير كل هذه الترسانة من القوانين وتغيير هذه القوانين ليس سهلا يعني يجب كتابتها من طرف الخبراء عرضها على المجالس التشريعية التي تسن هذه القوانين التسويت النقاشات على كل قانون يعني الانتقال من هذه الترسانة إلى ترسانة رقمية قد يحتاج سنوات وسنوات لبعض الدول التي عندها يعني قوانين متشابكة متعاقدة معقدا مثلا على تونس إذا تطلب جوى الصفر يطلب منك إقامة في الوقت الذي هو أصلا موجود لماذا؟ لأن هناك قانونين مفاصلين قانون لطلب جوى الصفر قانون لطلب كذا فهذه القوانين يجب أن تحين وتدمج وثم تهيئ لأن تنتقل إلى الحكومة الإلكترونية وهذا ليس بالأمر السهل بتاتا هذه العقبة الأولى العقبة الثانية هي البنية التحتية ليس سهلا يعني عندما نتكلم عن البنية التحتية طبعا نحن لا نقتل البنايات نحن نقتل البنية التحتية تكنولوجيا الرقمية نعم الخوادم التي سوف نضع فيها هذه البيانات بنايات ملايين المواطنين ملايين الخدامات عدد الريكوست أو الطلبات التي تتم يوميا بحاجة إلى كفاءة تقنية عالية جدا إلى سيرفرز نعم بضرط وإلى برمجيات أيضا متطورة هذه البنية غير موجودة في كثير من الدول العربية حاليا وقد يكون من الصعب الذهب إليها بين عاشية وضحاها أنت بحاجة إلى كفاءات وإلى خبرات متراكمة ربما على مرة الأشهر بعض الدول تحتاج إلى سنوات التي تنتقل رقميا وإلكترونيا هو إذا نتحط فقط عن جمع المعلومات أو جمع البيانات التي هي ورقية وتحويلها إلى رقمنا فقط يمكن هذا يخوى عشر سنوات يخوى وقت طويل هذا أكيد أهم حاجة تشريعات والبنية التحت طيب يا سيدي إن شاء الله نتمنى أن دولنا تصير فيها تشريعات تواكب العصر وأيضا تصبح هناك كبير من الدول الآن دول العربية بدأت تذهب إلى الرقمنا عدد كبير منها ومفروض عليها الرقمنا هي حتمية هي ليست خيار تختاره الدولة فقط نحن نتحط عن الدول التي بعدها ما زالت تشبطها بالقديم ونحن مع الأسف في واقع أو في عصر اللي يجب علينا أن نواكبوه يعني يجب أن نواكبوه معنىش حال آخر هذا عليش فقط أن نعطي في المثال على الدول اللي بعدها ما زالت ما قلناش أنه متأخرة ولكن بعيدة كل البعد على أن نتصل إلى هالموضوع قريبا لكن كنت فقط أريد أن أشير إلى شيء أمين هو الحتمية يعني قصة الذهاب إلى الرقمية إلى رقمنة الأجهزة الحكومية والعمليات الحكومية هو ليس خيار للحكومة ليس خيار قال نذهب إليه أو لا نذهب هو حتمية ضرورية بعض التشريعات الدولية تفرض على هذه الحكومات تقوم بذلك بذلك نرى الآن بعض الدول بدأت بالخطوات الأولى في الرقمنا لكن كما قلنا ستحتاج إلى سنوات ربما لوصلت إلى هذه اللقطة على كل بعد هذه السنوات وصلنا وأصبحنا كلنا نعيش في ظل الحكومة الإلكترونية في كل دول العالم هناك مخاطر لأن كل ما هو إلكتروني فيه خطورة لاختراق وأسهل بطبيعة الحالم الأمور التي تبقى دائما بالطريقة التقليدية هوني كيف مواجهة العقبات أو المخاطر اللي يتعرض لها كل هالبيانات بيانات مجتمع كامل موجودة على شبكة أنترنت فقط واحد تخل عمل هاكينغ تعرض بيانات مجتمع كل هوني كيف يمكن حمايتها لأنه أعتقدت الطلب أيضا بنية تحتية في علقة بالعماية فعلا يعني الاختراقات والفيروسات والهجمات السيبرانية يعني هي آفة هذه الحكومات الإلكترونية وكل عمل رقمي هو هذه المخاوف التي موجودة لكن هذا لا يجب أن يدفعنا إلى رفض الرقمنة أو إلى رفض الذهاب إلى رقمنة الأجهزة الحكومية لا يجب أن نخاف من ذلك لأن نفس الخوف موجود مثلا في البلدية يعني الأرشيف الموجود في البلدية اللي كأوراق ووثائق يمكن تأتي عليه النار وتذهب كل هذه الأرشيفات يعني لماذا لا أنا خاف من هذه الأخطار الموجودة في البيئة غير الرقمية نفس الشي عندما تذهب إلى بيئة رقمية هناك أخطار أخرى ويجب أن تتعامل معها ويعني هناك من يقول بأن التعامل مع الأخطار في البيئة الرقمية أفضل بكثير وأحسن من المخاطر الموجودة خارج بيئة الرقمية أنت يمكن أن عندك هذه البيانات وفيك عندك باكب في عندك نسخ احتياطية لكل بيانات المواطنين في سيرفرات أخرى مؤمنة بشكل كبير ويمكنك أن تقوم بتشفير عالي يمكنك إضافة ما يسمى بالجدار الناري والتحقق بخطواتين هناك الكثير من الإجراءات يقوم بها المطورون لحماية بيانات المواطنين لا يجب أن نخاف من الاختراقات والهجمات السيبرانية أيضا إلى أي مدى يجب أن هناك يكون توعية للمواطن نفسه باستعمال التقنية فعلا يعني على الحكومات أن تقوم بالتوعية كل خدمة وكل خطر معين يواجه هذه الخدمات يجب أن نوعي المواطنين عبر الحملات شبكات تواصل الاجتماعي تلفزيونات راديو أي شيء يجب أن نوعي المواطنين وأن يتعاملوا مع هذه المخاطر بجد كما علينا أن نحينا السياسات المتعلقة بالخصوصية والمتعلقة بالأمن ويجب أن يكون المواطن على دراية بهذا الأمر أنا أعتقد أن الجيل الجديد يفهم هذه الأمور كثيرا ربما الجيل القديم قد لا يفهم هذه الأشياء لكن الجيل الجديد جاهز بخي أنستال باي ديفولت موجود في هذه الأشياء صحيح هو أصلا هذه من المهارات اللي عنده أصلا مكتسبها هو من الطفولة أصلا الأطفال طيب آخر حاجة خليني ربما نختم بها اليوم وقتلين تحثوا عن حكومات الإلكترونية نتحثوا على خدمات تقدم المواطنين بها الطريقة هذه هذا يمكن قد أنه يسائم في تخفيف عدد الوزارات في بعض الدول صحيح أو ربما حتى أنهاء مهنة الوزير تماما فعلا هناك بعض الوظائف ربما قد تختفي لأن هناك وظائف يدوية يتم القيام بها حاليا في الدوارة الحكومية وهناك بعض الوزارات ستنشع مثل وزارة الرقمنة وهناك وزارة أخرى ربما قد تختفي لا يسن بحاجة إليها لكن كل هذا سيساهم في تعزيز العمل اليومي للمواطنين وتسهيل عملهم وكذلك تخفيف العبء المالي الرقمنة ستنفق في البداية لتأسيسها لكن سوف توفر لك الكثير من الموارد المالية مستقبلا عدما تكون موجودة موارد تتعلق بالوظائف بالورق بالأحبار بالأشياء التي تستخدمها يوميا هذا كله سوف يتم توفيره إذن لا يجب أن نخاف من فقدان هذه الوظائف إن قسمنا وزير أو وزيرين فنبأس يعني نربح شهريت ونربح ما تخل طيب عبد القادر اليوم كل ما هو إلكتروني أيضا قد يساهم بالحديث التي حكيت علي لأنه كل ما هو رقم كل ما هو إلكتروني حكومة إلكترونية حكومة رقمية يعني يحكيوا على اقتصاد رقمي نحكيوا على استثمار رقمي نحكيوا على مجالات أيضا حتى أبعد من فكرة فقط كعليقة بالخدمات للمواطن فعلا قد نذهب إلى أشياء جدا عميقة هل نتكلمنا على أشياء سطحية بعض الدول خاصة دول الإسكندنافية وصلت إلى التصويت الرقمي يعني لماذا يذهب إلى صندوق الاقتراع وهو في البيت يصحى الساعة السبعة السباح ثمانية الصباح يصوت ويواصلها عملها عادية عملية عادية كإرسال أسماس أو إرسال إيميل فهناك خدمات أعمق بكثير وكلما وسعت دائرة الخدمات كلما توسع الاقتصاد الرقمي هناك شركات ناشئة أو شركات أخرى ستقدم خدمات متعلقة بالحكومة الإلكترونية تقدم خدمات متعلقة بهذه الخدمات التي تقدمها الحكومات يعني هناك فرص عمل أخرى سوف تنشأ في المجتمع هناك مال سيكون ناشئ من الاقتصاد الرقمي وهناك حركة وديناماتيكية اقتصادية رقمية ما في ذلك شك كلما ذهبنا إلى الرقمنا وإلى الاقتصاد الرقمي كلما حصلنا على فرص أخرى للتطور مهم جدا هذا كله يعطيك ساحة شكرا لك مدير الامتكار في مجموعة فضايات ميديا عبدالقادر بن خالد شكرا جزيلا شكرا جزيلا